سريعاً أتى وسريعاً يغادر مهل البدري والله لسه بدري يا شهر الصيام النهاردة 29 رمضان امبارح كانت آخر ليلة واترية في الشهر الكريم يعني زي ما بيقولوا كده اللي زاكر زاكر ربنا يعيده علينا بالخير والرحمة والبركات ويا رب يكتر من الرمضانات المقبلة النهاردة ليلة الرؤية دار الإفتاءة المصرية هتستطلع النهاردة بعد صلاة المغرب هلال شهر شوال عام 1445 هجرية وده من خلال لجانها الشرعية والعلمية الموجودة في كل أنحاء الجمهورية والنهاردة كمان هيتم الإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب يا رب دايماً دي كلها أيام خير وأيام فرحة طبعاً كلنا عندنا ذكريات جميلة عن ليلة الرؤية كلنا عندنا أيضاً ذكريات عن التجهيز للعيد عن تحضير الكحك والبسكويت ذكريات مع جدتنا وأجددنا ومع أولاد الخالة والعمومة يعني الأجواء اللي فاكرينها دايماً في كل عيد دايماً بتبقى أيضاً حاضرة معانا في أول أيام العيد زي كل سنة ربنا أيها الأيامنا كلها عيد وفرح أنت يا مصطفى كنت بتكلمني عن ذكرياتك وانت صغير في صلاة العيد وقد إيه جمع كان بينزل البلالين طبعاً طبعاً والتقص الجميلة اللي كانت بتحصل زمان واللي لسه موجودة مستمرة لغاية دلوقتي ربناً يجعل كل أيامكم فرحة وكل أيامكم سعادة كل سنة وكل الناس وكل المصريين بخير نصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر